أهلاً وسهلاً شعيب أوداتشي وين صورتك رضوان يا ولد؟ شلتها خلاص؟ آه صورة رضوان أشفقت عليه يا روشي أشفقت عليه ودراغون؟ دراغون؟ دراغون هداك من كترة الملامة خلاص أنا تعبت فأنتمعي حسيت أنه لا يستحق أن تضع صورة وصلت خلاص أنا صبيت غضب كله على رضوان فأنتمعي خلاص رضوان تقبلها بكل صدر الرحب خبتلوا كابوس كذا فترة بعدين خلاص استسلم استسلم خلاص حتى لا استسلمت خلاص تقبلت الواقع آه الله مستعان طيب وداتشي أنا غيرت طريقة النقاشات في مراجعة مانقا ونبيس أو يعني في نقاشات مانقا ونبيس بشكل عام بدل ما نكون نسولف بمحاور معينة نزل تغريدة وبناخذ من تغريدات الناس تمام؟ تمام يعني إيش ناخذ أسئلتهم ونبدأ نسولف فيها كان لنا حلو بتعطينا إيش محاور كثيرا نسولف فيها وبرضو ناخذ وجهات نظر من المتابعين الجميلين المتابعين لعالم ونبيس فأريو ريدي شاوي ستات بس قبل ما نبدأ قبل ما نبدأ كيف تشوف التقدم الحالي في الإقهد في ناحية المنقا في ناس تقولك تمطيط أو دا بدا قاعد يمطط أو دا مدريش قاعد يمطط الهدف معين والله شوف آخر ثلاثة فصول كانت عادية مقاعدة مع بداية خطاب أوكي لو تشوف أحداث تشوف اللي صرح بيه فيغا بانك في آخر ثلاثة فصول أنا قلت في انطباع الأخير ما قاعدش يتكلم معنا نحنا كفرانس قاعد يتكلم مع سكان وان بيس قول دا روجة وصل للنهاية قول دا روجة اكتشف كل شيء معلومات كثيرة نحنا نعافة أصلا نحنا نعرفها بس انت عاف يبغى أن الحدث هذا يبغى يوديك صدمة الناس بمعرفة المعلومات هذي لأنه لأنه بعد ما هيخلص العالم وحينقلب طبعا رح تكون فيه تداعيات وكذا فلازم الناس تعرف ولكن صحة الفانز منتظرين شيء مش معروف شيء جديد انت قاعد تكلم تعطي معلومات نحنا أصلا نعرفها معي فالناس هيك شوية تحسها ولكن فصل فصلين خلاص خلاص ممكن فصل قادم فصلين و أصلا المشكلة ما كانش متوقعة ما كانت الناس عارفة كأرك ألبف لكنه دائما أرد ما بين كل أرك وأرك يحط لك أرك يحط لك أرك سريع شوية ولكن سريع مقارنة بالأركات الكبيرة مقارنة يب مقارنة أركات يعني يعتبر حاجة ضخمة لكن يظل يظل وكشف فيها أشياء كثيرة وصارت فيه أشياء كثيرة في الأشباكات يا لطيف أشياء جدا رهيبة طيب خلينا نبدأ نأخذ نقاشات الشباب المتابعين الجميلين وبنبدأ بزياد وزياد صراحة طرح سؤال جميل جدا يا شعيب يقول زياد عائلة الدي تصبح أكثر غموضا ما تدري هل الدي تكتسب أو تعطى وأشار بكلامه وقال كلام إيس اللي سابه في الفلاشباك سا دي بو فاكر أنت أكيد يعطيني شعور إن اسم الدي يعطى مش حاجة تكون مملوكة منذ الأولادة يب أتفق معه هذه كاتنا ضوية كنت نزلتها بأنه الدي في الحقيقة مش فقط تكتسب بالدم ممكن تكون حاجة تشريفية كده ممكن تكون حاجة تشريفية يب شي هيك تكتسبه فتصي من الدي وأبهز المثال هو قصة الفلاشباك تبع الصعب وكده ما توقعش بأن فلاشباك كان هيك أودا هيك رسمه مستحيل مستحيل كلمة ذي رماها أودا كده سبه للا سا دي بو ليش قالوا أنت خلصها وانت سات من الدي مستحيل أوكي فالفكرة هذه شو ذكرتني ذكرتني في نقطة كنت طرحت هيك في الانطباع بأنه ممكن بعد حالة بغض النظرة على أن في ناس وحيظهروا بأنهم من الدي أوكي يعني ناس من الدي وحيظهروا ناس يدعوا أنهم من الدي إنهم من الدي ليش؟ لأنه مثلا زي ما تقولك أنهم سيأخذوا كقدوة أوكي لأن فيقابانك تكلم عن الدي على رغم أن الناس تكهروا ولكن دقيقة اللي يتوضح لهم مثلا من الخطاب بأن الدي أعداء بالنسبة لحكومة العالم ما أنه فيقابانك موضحهش لكن لما سيشوفوا الناس اللي أسماءه من الدي مارشل دي تيج قصان كيبي عندك مونكي دي لوفي عندك الثوري مونكي دي دراجون مونكي دي دراجون غول دي روجا وهم مؤخن اكتشفوا بأن لأول ما بأن ورجا من الدي هو دقيقة و أصلا لاش هم أصلا حكومة العالم وحيخفوا يحاولوا دائما أنت رطل حد السؤال لاش حكومة العالم تحاول تخفي أسماء الناس من الدي إذا كان مجود اسم حتى روجر ضيع اسم وخلوه جولد إذا كان مجود اسم يا سيدي عافرينكم أنهم كانوا أعداءكم كان ليش رح تخفي شو رح أنا هيك جتني فكرة ما عنديش هيك شي دليل وشي ولكن عندي إحساس بأن في ناس وحيبدوا يدعوا نحن من الدي مدري أحس يبغالها أحس يبغالها قتس يبغالها شجاعة مش سهل أنك تقول من الدي مش سهل ولكن الثانيين معاها معا فينش العاقبة آه الناس معا فينش معا فينش حقيقة الدي فهمت معي؟ أغلب الناس اللي مسبين دورش لحكومة العالم وكاده ومعروفهم في علامة القراصية عندهم دي أنت قاب ومش معروف باسمه بأنه من الدي ما فيش واحد يعرف بأنه من الدي يا راجل أه أنت تعرفش معلومة هذي؟ قاب مش معروف إنه من الدي مش معروف معا فينك سمعت واحد من البحرية نادى على قاب قالوا مونكي دي قاب صدق ما قد انتبهت المعلومة ذي؟ ما فيش واحد نادى على قاب مونكي دي قاب لا لا بس هل هو داخل البحرية؟ يعني ممكن عند الأسماء الكبيرة زي ممكن يعرفوه ممكن أسماء الكبيرة تعرف ممكن تعرف ممكن تعرف لا بس يا أخي قد جابو طاري أنه 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 قارب مستثنى لأنه بطلة البحرية هو عافين ياب مستثنى ولكن القصة فور أتوقع بأن القصة أعمق بأنه مستثنى بأنه فقط لأنه بطلة البحرية فيه شي تن وعندي مرين فورد كان جالس وجنب حفيده وجنب إيس وجنب دوفي الناس الكبيرة تعرف حاليا مثلا لو جعلين الماين فورد شو قالوا الماين فورد شو قالوا؟ تذكرني في الماين فورد لما كشفوا عن هوية لوفي أيها؟ بأنه ابن التوهي دراغون ولكن هل في شي قيل بأن دراغون ابن غار؟ الناس الكبيرة تعرف لكن هل العالم تعرف؟ صح صح ركز انت بس أنا ما ما أنا ما ما خلي العالم خلي العالم خلي أكاين وخلي كبار البحرية القيروسي وإيمو سماء هل يعرفون؟ لا يعرفون طبعا يعرفون يا رجل إيمو سماء إيمو سماء بس قول دي قدامها طق لكن هذا هي القصة أنا أنا قبل قلت بأنه ممكن بأنه قارب بسبب أنه البطولة تابع أو ما ذلك ولكن قلت في نفس الوقت في شي يعني يحمي قارب الفكرة يطرحت لنا بأن الزوج تتنين سماوي آه لأنه لو أنت مثلا طاشع عند طعف ستالي ستالي هذكا الأخو صابوا بالتبني هذكا السلوك هايوا يا شيخ هذكا هذكا مثلا لما كان يبغى يكون تنين سماوي عن من راح؟ راح عند قارب قال له أنت تتوسط لي وكادر وشوف لي كادر ليش راح عند قارب بالتحديد؟ مع أنه قارب يكر تنين سماوي لاش أنت واحد عند قارب بالتحديد؟ عنده علاقات هي القصة فقط بأنه قارب شخصية قوية وبطولات ويكهر القراصنة وططط وإلا ما ذلك فيه فيه قصة فيه قصة ما يمكنش ما يمكنش أنه يسمح الواحد يديه أنه يستمر هيك وهذا واحد من الأشياء اللي كنت أسألها أنا فعلا يعني بس أفتكر أنه قالوا هذا الاستثناء يعني أنه بطل البحرية والوضع مختلف ما ما تكلموا ما فصلوا في الموضوع كثير فخلينا نتفق على النقطة الأخيرة أنه إيش عساس نقفل نقطة زياد أنا شو بالنسبة لي الدي لقب يمنح ممكن يمنح كتشريف إذا وصلت لمرحلة معينة أو ظهرت فيك صفات معينة توضاف للدي بس كيف يصير الاسم كيف يصير اسمك كده كالدي يعني لوفي باعتبار أنه مش من الدي وبعدين صار من الدي اسمه كان منكي دراجون بعدين صار دي دراجون مدري أحس الموضوع مش بدل الطريق يعني في دي أصليين منكي دراجون في دي أصليين وفي دي يكتسب يا سلام والله ينور علينا أنا مثلا مثلا على سبيل المثال شو اسم هذه الملك الأولى تبع أرباستا نيفرتاري دي نيفركاري دي ليلي هذه أنا أشوفه بأنه في الحقيقة متعتبراش دي أصلي أشوف بأنه اكتسبت الدي حكم إنها قصدك زمان أياما لأنه زمان كانت مملكة معروفة كانت مملكة معروفة وضلت مصامات تسائل إلى وقت نلحاضة عشان يجي كوب هو يأكد ويقول له بأنه من الدي كيف ما عافتش بأنه من الدي زمان كيف ما عافتش يعني اكتسبت اسم الدي في وقت معين وما كانش طعف إيمو سامة فهمت معين؟ هيك أنا افترضت كيف استطاعت أن تخفي إنا من الدي مع العلم مع العلم بأنه قبل غدا قيقة نحن نقوله بأنك تخفي اسم الدي في اللحظة لمسحفات تاريخ وما بعد مسح التاريخ أوكي مقبولة أنك تخفي اسم الدي ولكن قبل كانت الأمور طيبة كانت المملكة ما كانش فيه مشاكل كانت فيه مملكة وكذا عادي أنا من الدي كيف فديك الفتحة ما فيش واحد عاف بأنه نففتع من الدي طب هل ممكن أن الدي ترمز لحركة معينة صارت في الماضي؟ حركة متظاهر أو حركة انقلاب أو أي أن كان؟ يعني المشكلة حرف دي ما تدري كيف تنصفه وكذا يكتب دي كبتل يعني ما تدري إشال إشال رمزية اللي خلف هذا الحرف وأكيد ألف نظرية ونظرية من نزلت حول حرف اللي قال لك ديمون واللي قال لك دريمر واللي قال لك دراجونز وألف كذبة وألف خرشة وخرشة طلعت وأخر شيء أودي يطلع لك بهرجة من شرق الأرض موضوع هذا صعب تتكلم فيه الصراح شو معنا اسم الدي ما أي شيء حاجة توصله دائما لطريق مغلق دائما في عشرين ألف معنا اسم الدي عشرين ألف معنا ما تقدش طيب نروح للبعده طيب يقول لك والله سؤاله جميل سؤاله جميل وأتوقع أنك راح تتفلسف فيه بشكل جيد يقول هل فكرة الجوي بوي تتعارض مع حرية لوفي؟ لأنه في الفصل الأخير لوفي استغرب من الآلي عندما قال له جوي بوي صار يتلفت لوفي مين جوي بوي؟ شفت المشهد كان رهيب في الماينغ أه كان كأن أودي يخبرنا بشكل فكاهي كالعادة إن لوفي لن يرضى أن تكتب رحلته ومصيره من قبل 900 سنة يعني إش اللي يخلي لوفي يرضى أنه يكون نيكا أو يكون الجوي بوي مستحيل يرضى بذي الألقاب لا ففهمت سؤاله في البداية فكرة الجوي بوي تتعارض مع حرية لوفي؟ السؤال شوية ملغوص وسإن شاء الله أني وصلتوا لك بشكل كويس تتعارض مع حرية لوفي يعني هل لوفي راح يرضى أنه رحلته ومصيره ومصيره يكون مكتوب من 900 سنة؟ شوف هذا السؤال طوح سابقاً طوح سابقاً ولكن كأنه تحس بأنه قاعد يصير مع لوفي بأنه شي غصباً عنه يجب يسويه بطريقة لا إرادية هو قاعد يعتقد بأنه قاعد يسوي ذكي الشيء اللي يبغى لك في الحقيقة هو قاعد يسوي بشيء أصلاً معروف منذ مئات السنة قصدك في مسار في كذا خط زمني قاعد يمشي فيه لوفي لا إرادياً بحرية ولكنه في نفس الوقت مقدر له يمشي فيه مقدر لأنه يمشي فيه لكن شوف صداعي يا صداعي يا فا صداعي ولكن جويبوي أصلاً لو جانا ناخد وصف جويبوي ونيكا نيكا أول شيء الفاكية نعم لوفي ما يقدرش أنه ما يقدرش أنه ينفي هذه الحقيقة عنده فاكهة نيكا بس هو إلى الآن مطاط يعني ما يعرفش ما يعرفش هو ما يعرفش لكن هو يمثل نيكا هذي لا تحتاج لك هذي ما فيها كلامي ما فيهاش كلاماتي من قبل ما نعرف شيء اسمه نيكا هو فعلاً قاعد ينفذ نفس الأشياء اللي كان ينفذها نيكا بالنسبة لقصة الجويبوي في الجويبوي ميهبناش لوفي يتقبل ولا ما يتقبلوش هذا الرقب الناس يطلقوه عليه من تصارفاته فمتبعي مش بالضعو انه يتقبل فهينا خلينا نخلو ان احنا مثلا لوفي قبل ما الفاكهة تستيقظ هل لوفي قبل الفاكهة تستيقظ وبعد ما استيقظت هل لوفي في شيء فيه يختلف؟ بس شكله لوفي كان يضحك مبادئ واحدة نفس المبادئ نفس كل شيء يضحهم اجل الناس يغير يوكل الناس كده نفس الشخصيه ضلت هي نفس الشخصيه فمتبعي فلو ناجعوا مثلا ناجعوا مثلا لكلام القوصي قالك بان فاكهة فاكهة نيكا كانت دايما كانت تحاول انه تهرب منهم كانت دايما في مطاردة معاه وهي تهرب منهم كأنها تختار الشخص المناسب لها فالفاكهة اجت عند لوفي لأنه فيه الصفات لي تمشي مع الفاكهة يا سلام يا سلام سلام عليكم انت هيني يا سلام خلص مش الفاكهة مش الفاكهة بصفاتها فرضت نفسها على لوفي لا صفات لوفي هي نفس صفات الفاكهة نفس الشخصية وتمثل نفسها فمتبعها الزابطين على بعض خلص ففاكهة نوصف عنده يا سلام بمعنى ان الموضوع مفيش تناقض أصلا الفاكهة بحثت عن شخص مناسب لها سلام عليكم وأبرز دليل أبرز دليل أبرز دليل بأن الفاكهة على طول 900 سنة أو 800 سنة ما صاره لاش إيقاب ليه نوصف عند لوفي صاره إيقاب لأن هذا هو الشخص المناسب المناسب أنه بالفعل أنه يوقد نيكا هذا هو الشخص المناسب وهذا الشيء انطبق على كل الفواكه لما تيجي عند على الأقل الشخصيات الكبيرة زي تيتش تيتش قذر شرير فاكهة الظلام تبغى شخص زي كذا يعني حتى طريقة حصوله على الفاكهة أنت عارف كين؟ يب مش بطريقة سهلة زي لوفي أكلها بالغلط ونحطها طريقة طريقة قادرة تخدم فكرة الظلام نفسها فهمت؟ يب تخدم أهداف الشريرة فسؤال جميل والله صراحة من ميسي تشافي سؤال جميل جميل جداً بس الحين أنا أتوقع أنك تسهلفنا في هذا الموضوع زمان بس جوي بوي هو لقب مش اسم هو لقب ماك للفاكهة ماك للفاكهة ممكن يكون اسمه دي فلان فلان دي فلان يب حلو متفقين عن النقطة دي يب يب جوي بوي أشوفه لا جوي بوي لقب جوي بوي بما أنه قاعد يطلق على ذلك الشخص اللي يرسم السعادة ينشأ جوي بوي اه جوي من خرحة أو من سعادة عندك 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 نيكا لي هو اسمه نيكا هذا الأسطورة نفسها الميثيك هذا في شخص كان اسمه نيكا عند العمالك الضبط زي التنين زي الأي أن كانت الأسماء يب هذاك يب هذاك شخص هذاك هذا اسمه أسطورة كانت موجودة وكذا وكذا ولها صفات معينة وكان يحرر العبيد بلا 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 وصنعت فاكهة أو خلقت فاكهة بهذه الصفات واللي يأخذها يصير عنده نفس أو أن الفاكهة تختار شخص كان يشبه نيكا وعنده نفس تفكير نيكا وراحت عند أحبيب الشعب لوفي يا أخي لوفي والله ماستر بيس ماستر بيس الشخصية دي ماستر بيس جميل ظهور تعريف جزيرة إلباف الأخير كتب تحتها أرض الحروب فهل راح نشوف أرك إلباف هو الأرك اللي يحسم حرب الزعامة للوصول للافتيل بين اليونكو ويكون أرك يجمع جميع اليونكو في جزيرة واحدة أه هو الصراحة هي أبدال معروف يعني أنا أودا يأخذ العمارقة عن الفايكينغ عن الفايكينغ والحروب والمعارك وحبهم للحروب وحبهم للمعارك فأودا أتوقع بعضنه ممكن يسوي يسوي أن da يسوي هلك شيء هل يمكن أن تكون الحرب الأخيرة هناك؟ لا، لا، الحاب الأخير ستكون هناك، لأنه لوفي سيارجع، يرجع، يجب أن يجع لوانه، يعني سيارجع في الطريق، بعد الوان بيس، يب بعد الوان بيس، للوف يشع، بعد ما يكلش في كل شيء، ممكن شعلة الحرب تكون بعد الوان بيس، شعلة الحرب يكونها بعد، لكن البف، رح يكون حاسم، من لي رح يوصل، من لي رح يوصل للافت، ومن لي رح يودا، الله رح، الحين كم عندنا شخص حط عينه على الوان بيس، يعني ظاهريا، ظاهريا، المعلومات المتاحة اللي عندنا تيتش تيتش شانكس باقي حتى هو شجع لا باقي شجع كوكودايل وميهوك مستخفش به وجاب لهم فلاش باك شجعهم على الوان بيس وطبعاً في واحدة ممكن تطلع لهم من الجن قويباً احذر بيكو مامو ضروري أنا معاك أنا أدعمك بإذن الله رح تظهر بإذن الله بإذن الله أنها رح تظهر بإذن الله أنا عندي كذا أمل كبير أنا عندي أمل كبير لكن لكن ما معرفش لأنه لازم 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 تيتش يكون هو آخر قوصاني قاتله لوفي ما فهل بعد البف ما عرفش أودا كيف حينضم الوضع لأنه أنت مثلاً لما تروح لالبف فدائماً في كل أرك لازم يكون فيه خصم رئيسي عدو فالبف واضح بأنه مش هكونوا أعداء بالنسبة لي لوفي حتى ذاك لوكي حتى لما تسمع ماجد العامر رمى نظرية تكلمنا فيها أنه ترى لوكي أنت تعرف الثقافة حق الفايكينغ صح؟ آه فلوكي مخادر لوكي اعتبر معاذ الله عما يصفون أنه يقولوله آلهة الخطيئة أو آلهة الشر الخداع الخداع مخادع مخادع كذا ومكار ويقدر يغير شكله ويقدر ينسخ شكله عنده أشياء كثيرة فممكن أودي يكون اقتبس الاسم فقط كاسم لوكي كذا حاجة من ثقافة الفايكينغ ومن دياناتهم من المعتقدات تابعهم أو ممكن يكون اقتبسوا فعلا كشرير ممكن نروح في إلبوف نلاقي لوكي مسيطرة على عرش معين في إلبوف وقاعد يتحكم بالعمال ويتمر عليهم ممكن يكون هو الخصم وزي ما انت عارفينج زي ما قلت في كل آرك لازم يكون عندنا شخص معين ممكن أو ممكن ما عني ما عني أشوفة صعبة السواحة ما عرفش شوية صعبة لهذا إذا كان فيه خصم وحيكون في في إلبوف هو جماعة تيتش أوكي إذا كانت توقعاتي صح البيج مام لأن في تاريخ بينه وبين إلبوف إذا كانت الأمو خارجت عن نطاق السيطرة هل حكومة العالمة تتحرك هم أوردي تتحركوا أوكي ممكن حكومة العالمة تتحرك هم أوردي متحركين في الإقهد كنت ما تدري حلو معروف معلومة هذه مش متقوها لكن حكومة العالمة عندها السلطة على على إلبوف لكن بحكم أن لوفي رح يصل إلى إلبوف فلازم نحن نوقفه قبل ما يتم كشف لأنه التاريخ والحقيقة الكاملة لنيكا موجودة في إلبوف ولوفي رايح لإلبوف فنحن لازم نوقف هذا الشيء وشيئة كثيرة في إلبوف أشيئة كثيرة فمتمع فممكن حكومة العالم تتحرك لإلبوف فممكن يصلي شيء أسطور حتى نلقى البحرية حكومة العالم تتدخل فالمهم إلبوف رح يكون قيقبي رح يكون قيقبي رح يكون قيقبي نص يا رجل رح يكون قيقبي إلبوف قيقبي بالطريقة المشتعلة أكرم يقول يا شعيب على كلام ريلي لماذا لوفي وطاقمه سيصلون إلى حقيقة مختلفة عن اللي وصلوها طاقم روجر سؤال جميل وتم الحديث فيه كثير ولكن سؤلف لنا انعش ذاكرتنا ليش طاقم لوفي؟ رح يوصل لحقيقة مختلفة غير اللي وصلوا لها طاقم روجر أتوقع هو صعب أنك أصلاً نحن لم نعافش أصلاً ما اكتشفوا لكن ريلي قال كنا نحن مجرد قراصلنا أوكي فممكن لو أنت تشوف محطات لوفي فلوفي أتوقع المحطات اللي مع منا ليس المحطات اللي مع منا روجر على سبيل المثال على سبيل المثال مثلاً لو أخذنا وان فلوفي مثلاً عافوا قصة شوية عن قصة زونيشة تاريخ وانو يعني في أشياء كثيرة عافوها بلوتون موجود هناك فهمت معي؟ عافوا هذه الأشياء تمشي مثلاً عافوا أشياء يعني الأشياء اللي اكتشفوها لأنه ووجة قال لك ويلي ووجة كان مستعجل لأنه كان وحي يموت فمت معي؟ فطاقم كأنه جمع كثير قطعة من الناس ليهم علاقة مثلاً بالتاريخ أعطيك مثال بسيط للغاية أل بوف أوكي لوفي وحيمشي الأل بوف وحيكتشف أشياء جماعة فمت معي فلما فأنت مثلاً لما تمشي مثلاً النهاية تمشي النهاية يكون عندك معلومات ناقصة روجر ممكن وصله معلومات كثيرة باختلاف الرحلة ذلك الدي كانوا متلاً أعدال جماعت اجتمعوا عليهم وططططططط وبما ذلك فمت معي طول في هذه فيه فجوات ستظلماً بفجوات ناقصة لأنك هكذا بإمكانك معت governments لهذا كان الروبان يكتشف كل شيء أو كرتبعل وقته استمراء وفي عة وح discl年的 www.feelahbarn وكتشف مو Winston أقول وأنا سأتكلم عن الروبي لأنه باقي طاقم كله نايم فأنتمعي فلما تجمع القطعة مع بعض حيوصل للحقيقة مختلفة رح تفهم القصة لما توصل الرافتل رح تفهم القصة واضحة وبتكون هذه اللي يعد لي الحقيقة مختلفة زاعد زاعد وأنه في أشياء رح تساعدك بعد ما لكتشف الحقيقة أتوقع بأنه راجعة ما يعرفهاش أصلا فيه أشياء راجعة أصلا ما يعرفهاش ولا يدري عليها أصلا لأنه كان مستعجل فراجة اللي فعله وصل وصل عافيك كأنه أخذ ملخص ملخص مضغور ملخص مضغور تبغى اديهم كذا 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 ليش وكذا وطاة طاة 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 فيه معلومات لسه ما يعرفها كان مفروض يوصل للافتيل وهو عارفها على الأقل عشان تكون الحقيقة اللي عنده غير الحقيقة اللي بيوصلها اللوفي يب لهذا أتوقع هذا هو الفرق ما بينه وبين اللوفي هذا هو السبب اللي حيخلي لوفيها في الحقيقة أوسع ممن اللي عافو عافو راج سبب المعلومات اللي جمعها خلال رحلة والأشياء والأشياء الكثيرة اللي واجهتها وكثير الأشياء اللي يلطقوا بيها وشخصيات ومعلومات وإلى مدالك يب وغير كذا معاه روبين اللي عندها علم وذحين بيمروا على على سبيل المثال أنا أعطيك مثال أعطيك مثال آخر حيلو راجعة وصل لسكايبيا هل اكتشفوا راجعة في سكايبيا هو اللي اكتشفته روبين لا روبين عافت بأنه كانت في حضارة وفي كذا وجرست تفتش في الآثار وتفتش الآثار وعافت كثير معلومات راجعة أول ما وصل استخدم قوة سماعة كل شيء طلع عند البونيغليف يلا نسخ لي يلا لبعده وكتب لي على الجرس وكتب لي على الجرس هذا المثال بسيط هذا المثال البسيط ما بين رحلة روجا وما بين رحلة لوفي ولكن طبعا يبقى الكرت الأقوى في طاقم لوفي هو روبين لأن لوفي والله ما يدرع على حاجة لوفي بالبركة ماجي ماجي ياكو خالص أقول لك ماستر بيس تحفى فنية لوفي تحفى فنية حلو حلو أشرف يقول يا شعيب جوي بوي هو أظن يطرح نظرية يقول جوي بوي أوصى الروبوت عن شيء في المستقبل هل تتوقع أن جوي بوي أوصى أشخاص آخرين بمهام مستقبلية وهل ممكن أن الجوي بوي يعرف أن قرصان سيأتي قبل وترك له مهمة عليه تكملتها وبهذا أوصى روجر وطاقمه بالمهام التي كلفهم بها جوي بوي هذه نظرية مع شوية تسواليف هو قال لك أنه زي ما جوي بوي وصى الروبوت على شيء هو قد يكون وصيوة أن الجوي بوي أوصى الروبوت عن شيء في المستقبل هل تتوقع برضو أن جوي بوي أوصى ناس غير الروبوت ذا؟ ممكن ممكن يب عسب المثال زونيشا زونيشا بكل تأكيد بأنه من زمن مختلف لا تتوقع في البحر تتوقع في البحر لسبب وما قال لها تتوقع لسبب معين لكن تتوقع لسبب معين تنتظر حتى أي شيء معين تتوقع لسبب معين فبكل تأكيد يب ممكن نوصى ناس تانيين ممكن وحن نكتشوفهم لكن لحد الآن اللي ضعه بأنه من العهد الغابر الروبوت وزونيشا هذو من الأثنين بس لي اللي يعفوا الجوي بوي ولي عايشين من من تسعمائة سنة نسيت نسيت واحدة كمان انت توكي قصك وحوش توكي مدريتش اسمها زوجة أودن أوكي لكن توكي مش معروف إذا كانت أفقت بالجوي بوي في سؤال عن توكي في سؤال عن توكي بنوصل له الحين في سؤال بنوصل له عنه لكن توكي مات لا أعلم شفتها ميتة؟ يابا أنا من مؤيدين فكرة بأنه ما ماتتش ولكن لضعه بنرجع له بنرجع له في سؤال شفته هنا بنرجع له بناخذه طيب حمزة يقول حسب كلام المحرر أن الحدث الذي سيهز العالم في الإقهد لسه ما حصل كلام جميل بعد رسالة فيجابانك واقتراب هروب الطاقم ايش توقعك للحدث الصادم اللي ممكن يصير بنهاية الأرك؟ يعني الحين كل الأحداث اللي توقعناها زمان سقطت مدري إيش موت فيجابانك مش هذا باقي لسه ما عرفنا كيزر وموت كيزر مستحيل يكون موت كيزر الموضوع أكبر من كذا موت كيروسي ما يموتون أصلا الله أكبر عليهم إيش اللي بي تدمير الإقهد مستحيل تتدمر لأنه فيها أشياء مهمة جدا وما توقعنا بتتدمر بسهولة إيش اللي ممكن يهز العالم؟ جيق العمى السؤال الصعب أنا الصراحة جريت أتوقع شفتها في حساب رضوان المحرر هنا حاطت حتى تعليق بالنسبة للفصل القادم طبعا الحال لا يسمنوا ولا يشمعوا بالنجوع الغروب من جزئة الأقهد المشتعلة بالأحداد كيف سوف تكون خاتمة هذا الحادث لأنه تعليقه على الفصل اللي فات كأنه يحيلك بأنه لأننا قلنا بأن خطاب فيغابانك هو اللي وحي هو الحدث الصادم فهمت معي اللي وحي يهز العالم أنا أحس بتعليقه بأن الحادث هذا مزا ما صارش أوكي هذا اللي فهمت من تعليقه أنا أنا مبغلش أخد كلام من المحرر لكن ممكن حاجة لسه يقولها قال لك هنا هنا في مقابلة قبل يومين مع محرر وان بيس ذكر أن أرك الإعقاد حاليا محمس بسبب بث فيغابانك ولكن هناك حدث أضخم قادم يا سلام إيش ممكن يكون الحدث الأضغم يعني أنا أنا أعتقد يعني الحين ما انتهت رسالة فيغابانك رسميا صح؟ مازال ما انتهت شيء مازال ما انتهت شيء ممكن تكون معلومة ممكن تكون معلومة كشفة فيغابانك أو ممكن إيش 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 اللي بيهز العالم إذا دي الأخبار كلها إذا المعلومات دي كلها اللي طرحت أنا أتكلم بالنسبة لعالم وان بيس إذا المعلومات دي كلها كشفت لشعب وسكان عالم وان بيس وما تعتبر الشيء اللي بيهز العالم قال لهم العالم بيغرق مش هذا الخبر اللي بيهز العالم اتكلم عن الدي مش دي المعلومة اللي بتهز العالم القرص أتجمدوا أتجمعوا في ليك هيد مش هذا اللي بيهز العالم فيغابانك مات مش هذا الخبر طب إيش اللي بيهز العالم؟ حسب وجهة نظري ونظرية متواضعة بأن اسم اسم المملكة المزاهرة مشابه لإسم الوان بيس في تلاعب كيفين يعطيني؟ نحنا عدنا الكنز شو اسمه؟ وان بيس وان بيس اسم المملكة وان بيس 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 السلام وان بيس قصدك بيكون اسمه وان بيس وان بيس وان بيس وان بيس القطع الواحدة وان بيس السلام الواحد اه وتنطقي بنفس الطريقة تنطقي بنفس الطريقة وان بيس صحيح بيس أو بيس قطع يسوي لك عودة نفس قصة وافتل 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 نفسها هذه ما حتخلي الناس تفكر يعني الكنز دقيقة الكنز وارتبط بمملكة البيس لتكلم عليها فيغابانك اللي قالوا بأنهم اسقطوها دقيقة منطقي فحكومة العالم ما تبغيش واحد يحصر على الكنز اذا الكنز تبع لي كان مملكة يعني الكنز في الحقيقة حقيقي يعني الواجهة ما كانش يكدب فعلا فيه كنز تبدأ الامور تتربط بعضها والناس تنقلب فوقتها تبدأ وينجلوا قراصنة اكثر من القراصنة اللي في البحر انتا شو قواصنة الناس وحيكبوا حتى الناس العادية تركب يا الله دوالي على الوان بيس تنقل يا صاح ابدا طيبة لو جبتها صاح يا شعيب انتصار لا دوفي يقول هل ممكن توكي الله عليك شكرا يا دوفي هل ممكن توكي لها علاقة بالجوي بوي وخصوصا أنها تنقلت عبر الزمن ثمانمائة سنة والله ما من، بس اسمح لي، أنا أقل لك وجهة الأنظري. أنا أقل لك توكي، دورها لسا ما انتهى هذا شيء كذا حسو سيراً. أنا شوف والله شوف أنا كنت من المؤيّدين بأن توكي مزر على القيادة الحقيقة لكن بعدين لما خلص انتهى او اكوانو وكذا، إلا إذا كان في احتمال بأنه صافت على الزمن. طيب مو هذه الفكرة أنها في اللحظة الأخيرة بوم ترا هي كل اللي تحتاجه طيق تروح لزمن ثاني مش موضر معطل يب واحد لزمن ثاني خلينا نقوله بأنه مش مش امتصاعة الأحداثية صاد قبل عشرين سنة قبل عشرين سنة وبعد وارسلة الغمدة إلى عشرين سنة قدام فهي يا اللي أنو ارداء قال لها بأن والحدث اللي وهي هيزي العالم وهي يكون بعض عشرين سنة قال له هذه فى الفلاش باك ومh ففي الفلاش باك قال لها هذا كلام فإن لا وهذا وأنا أريد سيقوم بارك وامل الطالق فممكن هي صاة هذه عشرين سنة مالحباiy لكن م estado وصلت الم Lucky الم بسمtu الموقف م oo يعني الفترة عشرين سنة حسناً؟ لسه لسه فيه أشياء كثيرة مبهام عنها، ليش ليش صافرت، ليش تبحث عن وانه وهي أصلا من وانه، إذا وانه كانت في مكان ورحت المكان، يا سلام، فمتماعي فيه تساؤلين، أنت أنت أصلا كيف من وين جيتي، ليش عودة أصلا، ليش عودة أصلا بحي يجيبك شخصية من القبل المفقود؟ بوو، فيه فهذا يعني فيه فيه شيء، لازم، لازم، أنا لما شفت عودة بده يسحب عليها، فقلت بأنه ممكن ماتت، فمتماعي، لكن كنت من أشد المؤيدين بأنه توكي حية، بل لأنه قصتها، لأنه قصتها ما انتهتش، وفيه أسئلة كثيرة فوق، فيه علامات تعجب كثيرة فوق رؤوسنا تجاه، إذا كانت فيه فرصة ملائمة، أنه أودا يرجع فيها توكي، فهي اللحظة عودة لوفي لوان، لأن لوفي رحي يجع لوانه بعدين، تظهر كذا؟ تظهر، فأنا يكون حدث مناسب أنه عودة يوجع، لأنه هي صافت، خلينا نقول أنه عندها خطة، كيف نسميها؟ خط رحلة، كأنها قاعدة تسافر كذا، وعندها خط رحلة، بروح كذا كذا، وبعدين بكفز كذا كذا، بعدين إذا حققت الهدف هذا، بكفز لكم سنة كذا كذا، أحس أنه الموضوع زي كذا، إيش اللي خلاها تختار زي ما أنت قلت، لوان، وبعدين بحثت عنوان، وتزوجت هذا الشخص بالتحديد، ومشيت معاه على الحلوة والمرة، إيش اللي خلاها تهرب من قبل ثمانمائة سنة، علشان تنتهي النهاية، هل حس أنه في لها خط كذا، في خط رحلة؟ طبعا، طبعا، أه، أه، هل الأسباب، مية في المية، بسبب الحرب، لي كانت صاد قبل ثمانمائة سنة، بس ليش أختارت هذا الزمن؟ ليش ما راحت سبعمائة سنة؟ لا لا هي هي لما سافرت أو لما لما ضهرت الأول معها قالت بأنه كانت الصافة أكثر من معها سافرت أكثر من مرة وما لقيت الشي اللي هي منتظرته كان دائماً تصافة فمتماعي فقصتها غامضة صدقني صدقني عندها قصة جميلة توكي صدقني بيكون عندها قصة جميلة نقول يا رب نقول يا رب بس كويس أن أنا متفقين على أنه قد يكون في لها فرصة تعودها ياب ياب فيه فرصة فيه 1LK يقول تتوقع بيكون مصير الإقهيد نفس أوهارا ولولوشيا نفس أوهارا لا لا ما توقعش لأن فيه الأرشيف الأرشيف وفيه فيه الأرشيف فيه المادة فليم فيه مصدر الطاقة ما هم فعلوا المستحيل عشان هذا كنز بالنسبة للحكومة العالم ما يقدر يستعرض ما صعب إلا إذا كان الروبورتي فجأ أم الجزائر هو يزدمهم يدمر الجزيرة بل فيها يدمر الجزيرة بل فيها ويهنينا يلا دور لي على مدرفة لها المشكلة رح يمشي فيها أبرياء وأرضا مش هيسوها يسوها في لولوشيا لولوشيا كان يبغى يستعرض و الله كانت مخيفة في الأنمي صراحة كان يبغى يستعرض لكن في الأجهد في أشياء عن محك مشهد لولوشيا في الأنمي كان حاجة مرعبة مخيفة صراحة بدعوا فيها و هارا خلاص عارفين السبب ما في أي سبب يعني خليهم يحتفظوا فيها بالعكس فيها معلومات مفروض ما حاجة يعرفها قالك دمرها لولوشيا كان تست للماذر فليم الاجهد لم تكنز يضحوا باء يعني حتى لو بيدمروا ممكن يدمروا جزء كبير من الجزيرة مع الاحتفاظ بأهم جزءه المنطقة هذيك ايش ايش تسمى مركز الأبحاث؟ ماكز some of the معمي الأبحاث رغد تقول أعتقد إن الصوت من الماضي اللي انذكر في آخر فصل ما بتعبير مجازي w advocacy هذي ما فيها كلام بس فعلا روجر روجر سمع صوت الجوي بوي يحكي القصة لما وصل الجزيرة الأخيرة وإن موضوع الأصوات الأصوات حيتم شرحه قريبا في إلبا والله أنا شوف ما عافشي أنا قلت بأنه ممكن يكون تعبير مجازي ممكن يكون فيه فيه أودة يقصد شيء معين فيه صوت فيه صوت ممكن فيه صوت ممكن ممكن هو قالك بأنه روجر سمع أنقع أصوات الماضي شيء إيش ممكن تفهمها ممكن تفهمها بأنه كتشف التاريخ الحقيقي وممكن يب سمع شخص يتكلم ممكن إيش اسمه اللي كان في أوهارا العالم كلوفر كلوفر هو قال نفس الشيء قال أصوات الماضي قال بأنه قاعد يسمع أصوات من الماضي مستحيل تكون تعبير مجازي مستحيل ممكن 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 ما نقدرش حتى لو قلنا بأنه مش مش تعبير مجازي ما نقدرش نفسر شوه حنقول مثلا كلوفر عنده قوة سمع كل شيء أنا شوف التعبير شوف أنا ممكن لكن ممكن تقول بأنه قاعد يسمع أصوات ممكن تعبير مجازي بالنسبة لهو ولكن بالنسبة لو روجر لا فعلا سمع أصوات من الماضي زي زي روجر لما كان يقدر يسمع صوت البونيغليف قوة سمع كل شيء يسمع صوت حوش البحر أه أه ياب كان يسمع صوت وحوش البحر لا نقطع بشوية غامر أود يسوي لك أشياء يخليك تقعد تفكر فيها لين مخك كذا يوصل إلى ما في أي حاجة ممكن تطلع معاك أيوب يقول ما رأيك إن الشيء الذي سيقوم به الآلي هو إعادة لوفي بالزمن مثل ما توقعت تسريبات نهاية وان بيس أه لو باطح يفجه نفسه السلام عليك في نظرية زي كذا حقّت إنه لوفي بيس والله في واحد مهارطة يقعد يقليلهم على أساس عنده تسريبات نهاية وان بيس وكذا تكلم فاضي يا روش مين أجنبي ممكن تسريبات أجنبي مم ما راجل لا يجعل الماضي لا شيء ورجع الماضي والله هو أصلا قاعد يقول لي لوفي هو حنا وحقاتي يواجع للماضي ماذا؟ ما هو؟ هو قاعد يقول لي لوفي هو حنا وحقاتي هو وقت مناسب أصلا حتى لو في شيء كذا مره ذا موش على وقت المناسب إنه لوفي يرجع الماضي يرجع الماضي ما يفعله؟ أحس أنه بيكون في وضع ألطف من كذا إنه تتفجر وإلبف عمالقة ونص راحين ألبف وكوما وفي قرسي فجأة يروح الماضي طيب وذولي يموتوا يعني يطوز في يوم أنا أتوقع بأنه الروبوت راح يفجع نفسه هذا أتوقع هذا أقصى توقعات بس هو الروبوت قال حاجة أنا مان يفاكرها نصا ولكن قال يبدو إنه حان الآن لاستخدام ذا الشيء إنه خلاص هو يأنه سلف اللي هو يسموه تدمير ذاتي كده يدمر نفسه ذاتيا ويكون تدمير تدمير مخيف لأنه لما جاي يستخدم ضرباته وسلحته وطلع مصدي 8 مئة سنة لكن في شي جواته قادر إنه ينفجر ممكن إذا ما دمر الجزيرة ممكن على الأقل يأخر القرس شوية يأخر القرس يفتفتهم يب هذا الوحي يصي يفتفتهم يرجع يتعالج والله يشغلهم إن شاء الله إنه ذا السؤال موجود بس ما أدري أنا بقوله لك قبل ما نفقع برضو الآلي لوفي هو الوحيد اللي يسمعه إياب نفس زونيشا أنا كنت والله توقع إنه الناس تسمعوا كنت توقع إنه روبوت يتكلم إيش قصة تسمع على صوات ذي؟ إيش المميز في ذا الروبوت؟ خلينا نقول زونيشا مخلوق يتكلم بلغة تخاطر معينة توصل بترددات معينة لأشخاص معينين عندك لوفي وعندك مومونوسكي طب هذا روبوت روبوت إيش اللي بيخليه ما أحد يسمعه ما تحست إنه المنطقي إنه الكل يسمعه؟ إذن الروبوت إذا كان لوفي بس ليك دي يسمعه فهذا يعني بأن الروبوت في شي حي يسلام يسلام ممكن يكون سايبورغ سامهاو في شي هيك يعتبر حي عاجة لها أعضاء حيوية كده في حياة في حياة خنقوله شي شي بيبر هو هيك شي فتماعي ما نقدش نقول بأنه شي المملكة القديمة صنعته في شي في شي طبيعي على الأقل كده متصل بالطبيعة بشكل مباشر شي طبيعي ما الصناعي نعم ما الصناعي هذا أقفى بتفسير ممكن نعطيه ما هذا لهذا السبب يقدر أنه لهذا السبب يقدر يتواصل مع لوفي بس أنا صدمت ترى أنا صدمت لما يقول ما تسمعه قالوا وإيش تقولي ما نسمع شي أحيي حتى الروبوت والله ديم والله يدين ياسر يقول هل ستظهر قوة أو مرحلة جديدة في الهاكي تستطيع التأثير على القرسي؟ هذا سؤال جميل جدا والله يا عزيزي أنا أتوقع بأن القرسي ما تقدرش تأثى فيهم بالهاكي ما أتوقعش بأنه بالهاكي أتوقع لأنه نحنا شفنا القرسي متنونه الضرار ونحنا شفنا بأن الساطر لما دخل عند المادة فليم وقف تحوله تتذكر مشهد؟ أيها لما شاف النار الشعلة شاف النار قال مادة فليم وهجع الوضع البشعي فهتوقع نقطة ضعف القرسي وأصل القرسي القوة اللي عندهم مئة في المئة واخدينها مئة في المئة وصماء فقوتهم الشمس ولكن مش أي شمس حسنا نسموها نحن المادة فليم حالية حسنا نسموها المادة فليم المادة فليم هذه أو الشعلة هذه كانت عند الجوي بوي السابق كانت عند نيكا ولكن اللوفي حالية ما عندوش ليش كيف ليش ما عندوش ما نعرفش هالإيقاد غير مكتمل ما نعرفش هل الفاكهة ناقصة في شي ينقص الفاكهة ما زال اللوفي ما كتسبوش تحسك أنه سلبت انت شايم الفاكهة مسلوب منها هل تعلم؟ هعدين كتابة هل سننزل عنها النظوية وبعدين هتكلم عن موضوع قصدك أن فاكهة لوفي ما رح توصل للبيعи ما وصلتش بعض البيق ways لا يوجدو حتمالين من الطريق teri μ Big ثانياً الفاكهة ناقصها شيء مسلوبة من شيء معين في شيء مسلوب منها هي الناء وانت لو بتتكلم برضو عن موضوع هذا فيغابانك تكلم عن طاقة الشمس هذيك الناء تبعنيك هي الوحيدة لقادرة لأن تواجه قوة إيمو السما اللي هي أصلاً عند القاس أوكي ما توقعش لقصة فالهاك وانت عارف انه موضوع الشع الذي مخلوض من الثقافة الأغريقية حق الشعر التي لا تنطفئ دي ياب ياب أنا لك وجهة نظر ما توقعش إذا كنا نتكلم عن الهاكي فممكن مستوى متقدم من الهاكي لم يظهر بعد مستوى متقدم أوه دا وحيطلع لك اسم قاقبي فمتماعي فمتماعي يجيك شانكس وصل إلى المستوى النهائي النهائي من المستوى العشو حسمية أعلى مستوى في استخدام الهاكي فمتماعي ممكن حلو 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 يعني هل ممكن طيب خلينا نقول هل ممكن أنه لوفي ممكن يكون باقي له قير جديد قير جديد قير جديد مملاء فمتماعي لأنه لما تقول لي أنتنيكا حاكم الشمس وين الشمس في لوفي لسه وين الشمس لموضوا ليش الشمس فمتماعي لازم يكون في قدرة فعلاً كذا تحاكي الشمس او قوة الشمس انا اتوقع اتوقع بان هدي النقطة انا شفت المشاهد حتى بعاقه اكتشفت بانا نقطة ضعف هم هي هذي المدرة للأول لانه المدرة الليم ما هي مقتبسة من نفس فكرة الشمس؟ المضاف ليم مش مزود شعلة عادية أو تحسها شي مركز جداً فممكن أودا أنت لازم تشوف أنت بأنه أودا جامع في لهو في شيئين؟ جامع فيه أول حاجة البيض بأنه يمثل القمر حتى هو يقول لك اللون الحقيقي للشمس أصلاً أبيض المهم هو يمثل البيض وفي نفس الوقت مسميه حاكم الشمس فلوفي ممكن أنّه إيقاد إثنين أوواوا؟ في البداية، يُرفع أنه أبيض أوه، الإقاذ القمر والشمس وهي شيء مثلها أكون إيظهر أبيض على ما لا ، لكن بعدين إيقاد أصفر زائد 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 بالن عوضي حداً لا ت purposeوا شي لوفي كيف يستخدم النار؟ في ناس تفصروا يفتكرون about they konnte t-tab-i's among the t-tabies قالوا انه عن طريق احتكاك المطاط انت كلام فاضي كلام فاضي تشو احتكاك ما احتكاك شو لوفي دقيقة انا رح اقول لك يب انا كنت مفكة في نفس الفكرة هادي يوم استخدم الريد هوك لأول مرة ايه اوكي مادة دراعه الاحتكاك اوكي يوم استخدم الريد هوك ضد كايدو مفي الاحتكاك لشي نفخ ايدو ايدو ولعت بوف ايدو ولع الدراكت فهمت معي فيه فيه لغز فيه لوفي لسه 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 مازال مازال في اسئلة كثيرة حول فاكة لوفي اصلا شوفوا منطقيا منطقيا انت لو تبغى تتكلم لو تبغى تتكلم عن سواء عن الحاكي او تبغى تتكلم عن الايقاد فانت يعني انت متخيل بانه اوضا حاليا في القصة حيقول لكم ان هذا ايقاد لوفي خالص انا وقفت خالص ما قداش ازيد شي اه برو لا لسه لسه شو هو القيه فوق حلبه لسه يا رجل لسه حتى لوفي اصلا تحسوا الى الان مش فاهم الايقاظ هذا بشكل كويس ما تحسوا المستوعه بشكل كويس الموضوع لوفي اذا ايقاد ازال انتكلم عن الايقاد شو قسدي شو استخدم الايقاد تغير حجمه واستخلاص اشياء كده بسيطة نظارة او لا ايش سوى غر النظارة هو؟ سوى حاجة فوانه القبع والبيسبول عصى البيسبول فوانه سوى شي؟ بس اتضخم كده صار عملاق ايه تاتشي يقول هل ليليث بتنضم للطاقة مرغم وجود فرانكي وروبين واذا انضمت وش بتكون فايدتها؟ لا لا خلاصة خلاصة لا سوى جميلة ليليث مش هتنضم ايه اختصة الله الله اي وحديكة في السفينة يبغي كذلك مش هتنضم غي هدى مع الدور مش هتنضم اخرتها اخرتها تروح تجذ تكمل ابحاثها تكيناك مع اوهارة والعيال والكتب خرص كل شوى واحد ينضم للطاقم انا والله بوني بوني نفس انها تنضم اتمنى بس بعد ما عرفت ماضية وكذا تمنى انها تنظم يعني من باب انه لا لا بوني بوني مصيرها شوف بوني مصيرها تكمل 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 طريق ابوها وطريق امها لي هو توري جيش التوري السلام عليكم خاص وبتكون صراحة بتكون اضافة ممتازة لجيش الثوري باعتبار انها قادرة بوني مكانها في جيش التوري بوني الله ما ابغاء تروح لجيش الثوري صراحة تخاف اللي يضحي بها يضحي بها الجرد دراق السلاف مهمة ذهبت اللي يخطفوها القرس مرة ثانية ويتزوجوها وبعدين يمرضوها ويخلوها تمشي الله عليهم ويقول لهم دراقون هو يتكلم رياح القدر فلتنتظر رياح القدر ايش في كلمة ثانية دع رياح القدر ودري دع رياح القدر تأخذك الى حيث ما شاءت الى حيث ما شاءت والله سؤال جميل من و لا تقول لي مو سؤال جميل ايش دور اكاينو في المستقبل اكاينو حرفيا كذا ما عاد تدري ايش ايش اللي فاين يعني زمان كنا نعتقد انا وعلاقل في مرحلة كنت اعتقد انه اكاينو بيكون فاينال بوس ارايا تافاهة جوي تحسب انه فاينال بوس ببعا او قتل اس و قتل و سوى في المارين فورد و تمام شو تبغى يسوي لك لانده اكاينو اكاينو قاعد اصطول ايش بدتو توقع دوره انا جابتها على الصواب انا دور اكاينو بيكونوا في الحاب الكبهر رح يدعى الساب و يدعى الدواغر ينزل الميدان لا لا رح يكون عنده دور في الحاب الكبهر رح يكون عنده دور تحتاجة نيقاش لكن حاليا قاعد الاسطول قاعد الاسطول ما تتحركش؟ شوة بغى يسوي قاعد الاسطول هذا يوجيهيه كنتك تشوف انت السنقوغو يتحرك لا سنقوغو اتحرك يا أخي سنقو في حاب الماين فوت ما تحرك للنهاية جالس واقف عند الكرسي بس تحول هذا هو قائد الأسطول قائد الأسطول سويه لك يعني أنتم أزعجكم أزعجكم أكاين وما أزعجكم ش ضاقهم الله كلهم يرفعون الضغط صراحة أكاينو على أقل تقاتل مع اللحية تقاتل مع أوكيجي جلد لوفي جلد جيمبي جلد خاصة اللحية سوى أشياء كثيرة لحق تيتش مسك بوني سوى العجائب عنده عنده نقاط كثيرة في سجل عكس واحد يب يب عنده نقاط كثيرة إذا كان عنده ضو راح تشوفه في الحاب الأخير وممكن يكون حتى في الحرب الأخيرة يعني بنفس دور كيزرو في سينجوكو في المارينفورد إلا إذا كان في شيء واحد غيه بعد خطاب فيقابانك لأنهم جابوا أوريدي كذا نشوفوا ردة فعلهو وكيف حتكون وش هتنظر ومجابوا لقطة عليه كذا أثناء سماع الخبر بس واضح أنه مرة زعلان مش زعلان لأنه قاعد يسمع الأخبار زعلان لأنه الناس جالسة تسمع الأخبار ياب هذا اللي زعج هو قاعد يدخني هذا الدخان منه قاعد طاعة تقول قطار ياب هذا اللي زعج هو ما تدري ما تدري ما أدري بس أحس أنا بتكون مبتذلة لو صار انقلاب عسكري في البحرية لكن ضروري فيه شي رح يصي فيه جماعة من البحرية رح ينقلبوا وش هتنظرهم رح تتغير لابد لابد عدالة ومفهوم العدالة اللي تمثل البحرية اه فيه أشياء رح تصي ياب ايش اللي عدالة وفيقابانك رسالة فيقابانك حاسة الدنيا بتترك الناس تفكر كثير تويت يقول عنده علاقة مع أي مسامة توقع عشان العيون يعني ياب عشان العيون يوجد رح نام هل تكلمت فيه هذه ما توقع عنها بي بساطة يوجد شعب كل يتكلم فيها يوجد ما توقعش حاجة حسها مرة واضحة يعني مستحيل أودي يحط شي بذلك الوضوح ويقول لك خمن بتخمن انه انه لح علاقة بي مسامة بس لا وش بالضرورة هو رح يكون عنده ماضي أوكي رح يكون عنده ماضي متير ولكن متوقعش انه عنده علاقة بي مسامة عند كذا عندنا العبد العالي أو لوفي يقول جوي بوي مثل الأودن يعني ان الجوي بوي قديما كان يريد الخروج من المملكة المزدهرة آه ليرى العالم وبذلك صار أول قرصان وتمت خيانته من إيمو سما فهمت الجزية الأولى؟ وبقية الملوك ولاحظ ذلك لكن حبه للمغامرة جعله يغض الطرف وتلقى وعدا من إيمو وصدقه أو صدقها وتعرض للخيانة وضحى لإنقاذ أصدقائه لذلك زونيشا والآلي يعتدم حسة حلوة هي فيها وجهة نظر فيها وجهة نظر بالصراحة لكن بكل تأكيد خيانة فيها خيانة فيها غضرة هذه لا تحتاج نقاش فيها غضرة صارت في الموضوع يعني مملكة فهمت معي جوي بوي كان أسطوهي طاقمه كده بعدين كل هذا ينتهي وحكومة العالم تفوز فكل تأكيد فيها غضرة لكن من اللي خانه بالضبط كيف كانت علاقته مع إيمو سما هل أصلا كانت فيها علاقة بينه وبين إيمو سما؟ ما أنا عافش بس إش رايك جزئية أنه ممكن يكون مثل أودين يب 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 أنا أصلا متكلم عنها هذا القصة بأنه زي أودين أنه كان عنده الرغبة في استكشاف العالم والموضحة الظاهرة ممكن كانت منعزلة وكذا لأنه حتى التشابب أنه الجوي بوي مثلا خلي الناس تضحكوا لماذا ذلك وططط فمتنعي نفس قصة أودين حتى هو قعد يهقصوا لماذا ذلك وخلي الناس تضحكوا ولكن هو كان يعاني يعني فكرة هذه قلتنا سابقا الجوي بوي عشان أنت تضحك الناس فأنت لازم أنت تدفع التمر أيو 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 نفس قصة لوفي لوفي يقاتل أعداء ويضحي وما ذلك وما يخليش الناس يعرفوا أنه هو القاتل من أجله يوريهم الوجه المبتسم والضاح يقول لي أنا ما بغاش ما بغاش تكون بطل ولا تقولوا عني بطل ولا أبغى تكريم ولا تشريف يخلص مهمته يضرب الباب أفضل لحظة صراحة لوفي كانت يعني في انسحاب من جزيرة كانت في دريس روزا جميلة سواه هو سواه في دريس روزا سواه في اليوجين لا بس انسحابه من دريس روزا كان جميل لما الناس تلحقه وفيجيتورا كان يقول ياليت عندي عيون ياليت أني ما عميت نفسي علشان أشوف الولد ذا اللي الناس جالسة تلاحقه بكل الحب ذا إيش سوا الولد هذا وساما يقول تتوقع يورك بتنجو وبتصير تنين سماوي أو بيسحبون عليه ما توقعش عشان مضى فليم عشان لأنه حتى حتى واحد من القوسي كان قالها في فصل قلب أنه الارشيف قادر على أنه يطور نفسه حتى لو كان عندنا فيجابانك واحد فهي أصلا عندها الارشيف والذي متصلة بالدماغ وكله كله متصل بدماغها ولماذا ذلك يعني هي تعتبر عبقارية وتزيد أن عندها القابلية أن تزيع عبقارية أكتر فمتماعي بالأشياء الموجودة في الارشيف فتزيد هي تقدر أن تزيد أشياء وكذا فميلوش يضحوا بيورك وبيعطوها على جوها وبيخلوها تنين سماوي ويسلكونها وتعطيهم المضافلايم وتنتج لهم المضافلايم ولماذا ذلك وأمهم طيب ومفيش سبب أصلا هم عافوا بأنه ندلة فمتماعي بالعكس متماشية معهم ماشية معهم في الخطة ولماذا ذلك فقلص أنا أصلا لدي شعوب أنه هو أرد ليش خلى بس لأحياء خلى يورك وخلى ليليت عشان المستقبل يتواجهوا مع بعض وليليت تنتقم تنتقم لباقي في البابات ايه خلى ليليت وشوف شو خلى هو خلى ليليت ويورك ليليت هو تمثل لا الغضبية أطلس ليليت تمثل لم يتمثل شي شرير حتى هي ليليت خلىهم في هيك في قصة لم يتمثل حاجة شريرة ليليت تمثل حاجة شريرة ليليت تمثل إما الشريرة وشي مرقبيل لكن هو ليش خلىهم اثنين عشان يتواجهوا في المستقبل تنتقم لكل نسخ فيجابانك وفيجابانك لكل نسخ فيجابانك نتبعي نتبعي بديهيات 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 ازورة يقول يوم قفى الساترن على السفينة الفريم جاء على كوما وبوني وكأنه اوداناوي يخلي كوما يضحي لآخر مرة موجود عمالقة موجودين متوقعش متوقعش اودا مش هيضحي بكوما بوني بكل تأكيد مش هيضحي بها لكن كوما متوقعش لسوى اودا حيكون كلب خلاص بس باقي باقي يعني تحس باقي باقي موجود فيه في حاجة لازم تتم بين الاثنين ذولي بين كوما وبين الكلب ساترن سواء انتقام مباشر سواء ايا كان في النهاية اللي سواه ساترن بكوما وأهل كوما وبنت كوما مش قليل باقي فيه جزئية انتقام قادمة يعني ايش سوى كوما الى الان بساترن غير الضربة ذيك ايش سوى ما في شيء وش تبغى يسوى يا راجل اصلا هو ميت طيب حديدة قاعدة تتحرن طيب ما تحس انه الباقي فيه في مجال للانتقام قد نشوفه مستقبلا اذا مش من كوما على الاقل من بوني مش حاليا مش حاليا مش حاليا مستحيل ينجو بفعلته هذا الكلب مستحيل اوكي مازال احداد مستقبلا يلتقوا معه في المستقبل ويصفوا حساباتهم هنقعد منتظرين مستقبل انا بغاي اندعس لحين لا عزيزي هات القرسي ضرويين اجل المستقبل هل تتوقع انه السرس تبع القرسي ايمو سما اقتل ايمو سما يموت معها اا ما توقعش لكن ايمو سما اا بكل تأكيد لعبة ضو كبيرة فقوتهم ممكن هي اللي تزيدهم من بعد تعافي انتقال تخاطر هاذي كلها اتوقع مية في مية عندها علاقة ب ايمو سما لا تحتاج نقاج لكن يبقى السؤال من الذي أعطى قوة لأم السماء إيش عندك جواب آه عندي جواب بأنه فيه فيه شيء وائم السماء فيه شيء الله أعلم فيه كيان معين ما وراء كذا حاجة ما وراء الطبيعة يعني فيه شيء وائم السماء فيه شيء فيه كيان معين حاجة ما لها علاقة قصدك بفواكه شيطان حاجة أكبر ما نعرفش لكن سمي شيطان سميه ظلام سميه كيان معين ما معرفش هو لكن فيه شيء ممكن تكون هي الكيان هذا طيب ومهم فيه شيء مسيطة على إم السماء أو هي وإم السماء شيء واحد مندمجي فيه شيء شايف نهاية ضاي الشجاع ضاي الشجاع طالعته أنا في الابتدائي على شرطة فيديو كمان حتى ما هو ما أفتكر أي كنت شايف نهاية ضاي الشجاع حتى عفو شكرا تتكلم أحسن أوكي 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 زي مثلا قصة مطوة والزيتسو آه يه سلام هذا لي قصد في شيء ف полعه أكبر يسلام وطلع في النهاية شياس منزليك كاجويا كاجويا أممم إهدو خف St حليم فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك جايز واللهي جايز ما هو التحرك القادم لقراصنة اللحية السوداء بعد ما نسخوا قدرة ساترن وحققوا هدفهم في الإقهد؟ آه بكل تأكيد لما نسخوا قدرة ساترن يعني راح يسووا بلوة في الماريجوة نسخوا قدرته ولا نسخوا شكله؟ آآ لا نقوله شكله شكله ما توقعش قدرته قدرته مستحيل بتصير أوفر بور مستحيل إذن راح يسووا كارثة في الماريجوة لكن شو هو الشيء مثل اللي راح يحتاجوه من الماريجوة؟ كأنني شفت واحد كاتف في تويتر أنه ممكن ساترن يموت وهذولي يكملوا على أنه ساترن موجود لكن يتوقع اللي معه وحيا عفو يا راح أي موسى ما بتعرف في شخص جديد مش إيه وحيا عفو يعني غير تجسسي شيء زي كي ممكن غاوة تجسسي للمويج وممكن غاوة تجسسي أو ممكن عندهم غاوة في الإنبلداون شباقي في الإنبلداون؟ خلصوا من الإنبلداون وطبيعة الحقيقة ممكن دوفلمينغو صاح دوفلمينغو عند علوم آآ دوفلمينغو يحف العجب عند علوم إيوه فأنت مثل لما يظهر القارسي يبغى يدخل الإنبلداون مش هتقول لي أتوقع بأنه مفيش شيء راح تستخدم فيه النسخة إلا أنك تتسلل لمكان على أنك ساترن صح هل تتوقع دوفلمينغو لو هربوا تيتش بيظل معه؟ دوفلمينغو لا دوفلمينغو يشتغلي واحده حر 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 جدا دوفلمينغو ميشتغلش معه دوفلمينغو يشتغلي واحده شغل تيتش تحته يه السؤال الأخير بيكون حلو يعني كخاتمة للأسئلة ومش حاجة مرة يعني مش حاجة يعني نقدر ناخدها بشكل جدي بس فعلاً كي يقول لدي سؤال حول كيفية إقناع لوفي إنه هو الجوي بوي آآ شوف منجد كيف تقنعه كيف تقنعه؟ انه انت 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 شخص منتظر بيقول لك لا أنا لوفي أنا لوفي الرجل الذي سوف يصبح ملك القراصم أتوقع بأنه لوفي رح يتقبل بضعوري يعني مش حيقولوله انتم قادرين تكربوا علي أو كده أو لا فهمت معي انت هذه الفاكهة تبعك هي تبع واحد اسمه نيكا جوي بوي فهمت معي لكن لوفي الفكرة بأنه لوفي الأشياء هذه مش هتغيى منه شيء ومش هيهتملها أصلاً ومش فارقة معها ايه مش فارقة معها أصلاً فهمت معي مش فارقة معها أصلاً أنت أصلاً حتى لوفي مثلاً يوم رح يمشي ويععى في التاريخ ولما ذلك أو لوفي لما رح يعلن الرحاب أو مش هيعلن الرحاب لأنه واجب عليه أنه يعلن الرحاب ولوفي أصلاً ما يهمناش نحن يهتم بالتاريخ وما يهتمش أنا متأكد مليار في المئة يوم رح يصير الرافتل لوفي رح يكون نايم تبا تفتكر يوم جيمبي كان يتكلم في موضوع مهم لوفي لوفي أصلاً رح يكون نايم نايم روبين على أساس قاعد تقرارهم في التاريخ قولي يا روبين رح تتقاب خمس دقائق رح ينام يتخلص أن يصحى ويدور في لحم يخوان أنا ما أقولكش بأن لوفي مش هيكتشف التاريخ ويععف شو صار ولكن حتى يومه حيقرروا أنه مثلاً يواجه حكومة العالم مش لأنه التاريخ أو الناس اللي كانوا منتضرينه خلص في ناس كانوا منتضرينك يلوفي عشان تعلينا الرحاب وتسوي كده وانت وفد النبوءة هذا بشو السبب لو حيخلي يعني الرحاب وحييعني الرحاب لأنه هو يبغى يعني الرحاب هو هيك هوه أنا ما عجبتنيش هذه حكومة العالم هذه آآآ صار هم هيك يسويوا كده الله لا روح وشري عليه اوه مخلين الناس تموت بالجوع ويسويوا كده وكده 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 اوكي أنا خلص حطيتهم في راسي لأنه هو أصلاً يبغى يعني الرحاب مش لأنه الناس القوله ما يبغوا يروح يعني الرحاب رغبة منه في تحرير العالم رغبة منه هو رح يمشي القاتل وخلص السلام عليكم أنا أبغى قاتل هذه حكومة العالم ماذا أبغى قاتلهم أنا يارب السلام عليكم لا يمكن أن تقول لي فلان وجهني ولا أنا فتح نبوه ولا يبطل ولكن القصة بأنه هو هذا الشي اللي هو حيسويه هو ليفغوا القدماء أنه يسويه وهذا اللي أقوله لك وذال اللي قاعدين نقوله أنه لوفي بالرغم من أنه قاعد يمشي في مسار باختياره لكن هو برضه قاعد يمشي في مسار مختار له فهمت معايا؟ يعني هو مو قاعد يدري أنه هذا المسار هو لازم يمشي فيه مجبر عليه بس هو في الواقع قاعد يمشي فيه بطبيعته قاعد تمشيه في المسار الصحيح هذا فهمتك فهمتك لكن هي القصة لازم تشوف القصة من منظور لوفي تشوف القصة من منظور الأسطورة نفس من منظور الأسطورة هاللوفي اللي قاعد يسوي فيه قاعد يسوي فيه بإرادته بإرادته انتهينا خلص بإرادته وقاعد يحقق النبوة بإرادته خلص يا سلام جميلة جميلة إيش توقعاتك للفصول القادمة؟ والله أتمنى خلص ينتهى تدري أنه أنت جلسنا قبل شهرين وقلت أتمنى أنه ينتهى أتمنى في الفصلين الفصلين الجايات خلص ينتهى ونشوف الغدة الفعل ما عفش إذا كان فيغابانك وحيسور حركة هذه ولأنه يدكوا اسم المملكة لأنه كلوفا كان يعف اسم المملكة أوكي؟ قالها ولما قالها قتلوه على طول أه فأتمنى بأنه يعني كلوفا يسوي شيء ما يسواش فيغابانك يسوي شيء ما يسواش كلوفا يا رب تتحرك وهذا قاعد يتحرك وهذا قاعد يفكر وهذا كذا أدو الشرح الناوي ممكن حتى هو أودا راح يدخل في الأحليات مستقبلا لكن أتوقع بأنه حاليا حان الوقت أي وقت تحقق الشي اللي أودا تكلم عنه في آخر جامب فيستا اللي هو اللقاء الرجلين مدري الشخصين آآ قال بأنه قتال ذلك الرجل وهذا الرجل قد حان الوقت من ذلك الرجل وذلك الرجل واو كلها فسرها على أنه شانك سوتيج آآ لا هذا 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 الكلاش هذا هذا ما هذا ما 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 يحتاجش نقاش لازم يصير الكلاشا يصير بس لسه بدري ما حسه الآن لا مش انت شو يا رجل انت بايح الالباف يا رجل لا أنا أقصد أنه تيتش لسه للآن ما نعرفش مخططاته وأتوقع لو بيصير فيك فيه فيه قتال بين تيتش وشانكس تتوقع بيكون بنهاية أحدهما مستحيل ينتهي بحياة الاثنين لازم واحد منهم يموت لازم واحد يودع وطبعك الحال تيتش ميودعش ويموت شانكس ينهار ازراء ينهار ازراء يعني انت قاعد تقول لي لازم واحد يموت هل انت متخيل بنا تيتش يموت ومزن مواجهش لوفي لا ولكن في نفس الوقت مش بتضهوي بأن شاكس يموت ممكن ينشارخ شرخ ثاني ويروح ممكن ينجي للجلدة ثانية ماذا؟ ماذا؟ منه؟ يعني قصدك لو بنحط كلمة رجل لرجل أمام مجموعة أشخاص من ممكن نوظف؟ عندك تيتش وشانكس عندك من؟ مفيش يا رجل شاكس وميهوك؟ مستحيل شاكس وميهوك؟ واضح لأنه ميهوك من نصيب زوهو في النهاية مفيش يا رجل في اتنين هادو نزم يلتقوا هو قالك بأن القتال المنتظر بين ذلك الرجل هادو حال قد حان الوقت ماذا؟ مازال لا ما أدري أنا قاعد أحاول أفكر كذا أقلب مخي ما آآ حاجة غريبة يا والله ما معاك لتيتش وشانكس هي الأقرب على القديم الله يعطيك العافية والله شعيب نورت وأنست يا حبيبي الله يتكسحها والله يعطيكم العافية يا عزيزان المشاهدين في كل مكان كان معاكم أو داتشي شعيب من قناة أو داتشي والوجيه قنواتنا وحساباتنا وضعت الوقوة في صندوق قلص في أمان الله